أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له وحول تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية أوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن كيفية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقطر للمضي قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وتسير إنفاذ المساعدات الإنسانية هذا وأكد الرئيس السيسي على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كمية ضخمة من المساعدات إلى أهل غزة الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية في الوقت نفسه أكد الرئيس السيسي رفض مصر لمحاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليميا مشيرا إلى ضرورة تحالي جميع الأطراف بالمسؤولية ومجددا تأكيد دعم مصر للبنان في مواجهة الهجوم السيبراني الذي تعرضت له عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس طلع على تصورات حركة الملاحة بقناة السويس في ضوء تحديات الرهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وسبل الحد من التأثيرات السلبية على حركة الملاحة بالقناة في ظل أهمياتها لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وخلال اللقاء عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لدعم التوكيلات الملاحية في أوقات الأزمات عبر تنفيذ آليات متعددة لتقليل تأثير الأوضاع الرهنة في البحر الأحمر كما تبع رئيس السيسي خلال الاجتماع مستجدات الجهود الرمية لتحديث أسطول الصيد المصري بالشراكة مع القطاع الخاص توجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي إلى واشنطن في زيارة ثنائية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب الأمريكي بالإضافة إلى التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد لقاءة مكثفة مع عدد من أعضاء الكونغرس ومبعوثي الولايات المتحدة المعنيين بقضايا وازمة الشرق الأوسط وإفريقيا بالإضافة إلى المشاركة في مائدة مستديرة لأحد أهم مراكز الأبحاث الأمريكية هذا ويشارك وزير الخارجية أيضا في الشق الرفيع المستوى من أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة من نيويورك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة التفجيرات التي طالت الأجهزة لاسلكية في لبنان الأربعاء إلى عشرين قتيلا وأكثر من أربعمائة وخمسين مصابا هذا وكانت أجهزة اتصال لاسلكية محمولة تستخدمها جماعة حزب الله قد انفجرت في جنوب لبنان وضواحي بيروت وسهل البقاع وذلك غدا تأوقع انفجارات ممثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم بيجر خاصة بالحزب فوض المجلس الإسرائيلي والأمني والمصغر رئيس المزراء بنيمين نتنياهو ووزير الدفاعي أفجالنت باتخاذ إجراءات ضد حزب الله وأوضحت مصادر إسرائيلية بالمجلس أنه لا فجوات كبيرة بين القيادة السياسية ورؤساء الأجهزة الأمنية بشأن الجبهة الشمالية وأشرت المصادر إلى أن إسرائيل تدرس مجموعة من الإجراءات الهجومية ضد حزب الله وصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على مناطق متفرقة بقطع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية استشهدت ثلاثة أشخاص بينهم طفلة وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لاستهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطع غزة وفي جنوب القطاع استشهد شخص وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح الفلسطينية يجتمع اليوم وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في العاصمة باريس وأوضحت الخارجية الإيطالية في بيان لها أن الاجتماع سيركز على الأزمة في الشرق الأوسط مع اهتمام خاص بحال المفاوضات القائمة من أجل وقف لإطلاق النار في غزة والوضع في لبنان هذا وأضاف البيان أن الاجتماع سيبحث أيضا قضية تعزيز الدعم لأوكرانيا أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن خطة النصر الأوكرانية التي من المقرر أن يقدمها لنظيره الأمريكي جو بايدن بحلول نهاية الشهر باتت جاهزة بالكامل وقال زيلنسكي في خطابه اليومي أن الخطة تتضمن مجموعة من الحلول المترابطة التي ستمنح أوكرانيا ما يكفي من القوة من أجل وضع هذه الحرب على مسار السلام موسيقى